سيدة الكريمة التي استمعنا إلى تسجيلها الصوتي تتحدث عن توزيع المزارع والدكاكين والمشروعات الاستثمارية والأراضي الغالية على المحاسيب ولازم يكون الواحد عنده واسطة كيف يتم ذلك يا سيد علي؟ والله هذا أنا أعرف قبل لا يسلم الشيخ حمد بن خليفة بانقلاف أبيض على أبوه ناصر ما عندها غير راتبها مثل محمد بن فهد الثاني مديرة التشريفات الأميرية هو من الثاني لكن عسكري بدرجة عميد قائد الشرطة العسكرية ما يملك إلا راتبه فقط وراتب العائلة الماركة تعال شوف اليوم هذا الرجل يتكلم في عشرين مليار ثلاثين مليار من أين لك هذا؟ علي بن سعيد الخيارين كان ضابط في الجيش بعدين صار وزير لمدة سنة أو سنتين هذا اليوم يتكلم بالمليارات رغم سيارته رغم سيارته بس هذا الشخص الذي أتكلم عنه خمسين مليون ريال من أين لك هذا؟ طيب أيوة مليارات مليارات ومزارع وأراضي حمد بن جاسب حمد بن جاسب أبوه ما كان يعطيه مصروف مصروف ما كان يعطيه أبوه شيخ وعنده ثروة كبيرة ومليار دير لكن إنسان بخيل هو بيروح يأكل ويشرف قصر الأمير حمد بن خليفة تعال شوف اليوم يملك مية وخمسين مليار من أين لك هذا؟ والعمر أصلاً العمر اللي هو دخل في السلطة تقريباً 22 سنة ما يأهلنه يملك حتى لو سرق نعم